اشتركوا في القناة الفصل الثاني لتلاميذ الثانية متوسط نبدأ بالنموذج الأول هذا تمني الأول أهدت ليلة هدية مميزة لأمها في عيد الأمهات والذي يتزامن مع فصل الربيع فاشتارت نبتة النرجس الجميلة وأعدت غرسها في تربة زراعية ذات جودة عالية داخل إصيص جميل لكن عند حلول الشتاء لاحظت أن النبتة ذابلت وماتت فطرحت مشكلتها لأسادة العلوم فطمأنتها قائلة أن النبتة حية فيتقاوم الظروف القاسية وستستعيد نشطها في فصل الربيع سورة الأولى سورة الثانية حد خصائص التربة الزراعية التي سمحت لك بتمييز جودتها في الجدول الآتي تربة زراعية المواد المعدنية المواد العضوية نفاذية التربة الاحتفاظ من الماء بين نوعية هذه التربة وتوزيع الكائنات الحية ما اسم الاستراتيجية التي سمحت للنبتة بالبقاء حية مع تحديد العضو المسؤول ثمانين ثاني خلال تفحصك لمجلة علمية لفت انتباهك صفحة تتحدث عن الحيوان ثدي يعيش في الجبال اسمه المارموت وهو حيوان نشط لكن يختفي في فصل الشتاء إذ يلجأ إلى جحر مغلق بوصنة أعجاب جافة حين تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من عشر درجة يتجمع ويتكور مع أفراد أخرى ويدخلون في نوم عميق خلال أسابيع طويلة دون غذاء المارموت في فصل الشتاء درجة حرارة الجسم نهاية الخريف 37 درجة خلال الشتاء عشر درجة عدد حركات القلبية في الدقيقة ما بين 90 و140 في نهاية الخريف ما بين 3 و 5 خلال الشتاء الوثيرة التنفسية 16 في الدقيقة في الخريف ما بين 2 و 3 دقيقة في الشتاء كتلة الجسم 4.5 كيلوغرام في نهاية الخريف 2.5 كيلوغرام في الشتاء حدد الهدف من تغيير سلوك الحيوان المارموت في فصل الشتاء فسر بقائه حيا طيلة فترة الشتاء دون غذاء سمي الاستراتيجية لتنتاج هذا الحيوان ومتى يستيقظه من نوع من نومها الوضعية لدى جد يوسف مزرعة جميلة لأشجار البرتقال المغزولة بأسوار مشكلة من أشجار ونباتات أين كان يعيش فيها طائر الباز الذي يتغذى على فئران الحقول والدأسوقة قصد توسيع المزرعة قام الجد بتدمير الأسوار العازلة ليزرع المزيد من الحمضيات لكن لحقت خسائر كبيرة في هذه المزرعات بسبب ظهور القرمزيات وزيادة عدد القوارض فنصح يوسف جده بعدم استعمال المبيدات للقضاء عليها الوثيقة الأولى مزرعة جد يوسف حشرات القرمزيات حشرات الدأسوقة الدأسوقة تتغذى على القرمزيات الحلزين وحرشارات المن التي تتطفل على البراعم وأوراق المزرعات خاصة الفواكه من خلال مكتسباتك والأسانيد حدد نوع النظام البيئي ثم استخرج منه سلسلة غذائية فسر تكاثر أعداد القوارض والقرمزيات وبين عواقب ذلك طيب نزيدوا نشوفوا النموذج الثاني ونبدأ نديروا الحل مباشرة نموذج الثاني ثم من الأول قدمت الأستاذة الصورة المقابلة وطلبت منهم الإجابة على التعليمات تعرف على محتوى الصورة المقابلة وحدد الوسط الذي يعيش فيه يبدي هذا النوع من النبات تحورات على مستوى المجموع الخضري بين ذلك رغم ظروف الوسط إلا أن هذا النبات يقاوم الجفاف وضح ذلك ثم نموذج الثاني يختلف نموذج تنفس الحيوان باختلاف وسط عيشه ومدى تكيف جهازه التنفس معه الضفدع السمكة الدلفين الجرادة وسط العيش نموذج تنفس طبيعة الأكسجين الممتص اعتمادا على مكتسباتك حول الموضوع املأ الجدول الآتي بما يناسب من كلمات الوضعية للإنسان تدخلات كثيرة على توازن النظام البيئي وقد تكون هذه تدخلات بناءة أي إيجابية أو هدامة سلبية كما تظهره السندة الأتية التصحر تلوث الجو استعمال المبيدات الكيميائية شبكة غذائية في نظام بيئي غابي ما هي شروط إقامة النظام البيئي وشرط توازنه اذكر أربع تدخلات سلبية للإنسان على النظام البيئي اقترح الإجراءات التي تراها مناسبة لمحاربة ظاهرة التصحر طيب نزيدوا النموذج الثالث ونبدأ نحلهم في ثلاثة مباشرة النموذج الثالث تمني الأول أثناء مراجعة التلميذ يونس لدرسه حول توزع الكائنات الحية الحيوانية في أوساط مختلفة صادف هذا الجدول الذي لم يكمله في القسم والمتمثل في السند أسفله عدنا الفراشة الفهد الشرغوف دودة الأرض وسط العيش نمط التنفس والجهاز التنفسي ساعد يونس في ملء الجدول علل ماذا يحدث في حالة تغير وسط العيش لأحد الكائنات الحية بما تنصح تلميذ يونس حتى تكون المراجعة كاملة ومفيدة 80 ثاني أثناء مشاهدتك لشارط علمي اندهشت لحيوان الدلفين حيث يصعد فوق سطح الماء بحركة بهلوانية جميلة بينما سمك التونة لا يسلك هذا السلوك أذكر نمط التنفس عند كل من الدلفين وسمك التونة حدد الخصائص البنيوية لأعضاء التنفس عند الدلفين والتونة اشرح كيفية حدوث التنفس عند سمك التونة يعتبر بروتوكول مونتريال أحد الوثائق التي اجتمعت فيه 24 دولة بكندا في 1987 لتتوسع إلى ميرشتة وتعين دولة سنة 2009 وهذا بهدف إيكولوجي يتمثل في استعادة طبقة الأوزون والحد من اتساعها كان هذا التمرين من أحد الاختبارات التي طلبت الأستاذة حله استنادا على الوثائق الآتية ثقب في طبقة الأوزون تلوث الغلاف الجوي إتلاف الثروة الخشبية أنجز بروتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفذ طبقة الأوزون هي معاهدة دولية تهدف لحماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج عدد من المواد التي يعتقد أنها مسؤولة عن نظوب طبقة الأوزون فسر تدخل الإنسان وتأثوره على التوازن البيئي إشرح دور هذه الاتفاقية الدولية التي نصت على إعادة التوازن لطبقة الأوزون اقترح حلولا تراها مناسبة للحد من اختلال التوازن نظام البيئي طيب نمر للحلول بإمكان التلميذ يوقف الفيديو قبل ما يطالع على الحلول لا يدير بوز يشوف الحلول النموذج الأول التي شفناها كامل تحديد خصائص تربة زراعية الذبالية التي سمحت لك بتمييز جودتها حسب الجدول تربة زراعية المواد المعدنية متوفرة مواد العضوية موجودة نفاذية التربة جيدة الاحتفاظ بالماء جيد العلاقة بين نوعية هذه التربة يتوزع الكائنات الحية وجود الكائنات المحللة الاستراتيجية التي سمحت للنبتة بالبقاء حية وجود نابتات صغيرة كامنة تنبت في فصل الرابع عندما تتحسن الظروف المناخية الهدف من تغيير سلوك حيوان المرموت في فصل الشتاء هو مقاومة الظروف المناخية القاسية والمتمثلة في انخفاص درجة الحرارة وقيلة الغذاء يبقى حيوان المرموت حيا طيلة فترة الشتاء دون غذاء حسب الجدول فعند انخفاص درجة الحرارة تقل الوتيرة التنفسية وضربات القلب ويقل النشار الاستراتيجية التي انتهاجها حيوان المرموت هو السبات الشتوي ويستيقظ من نومه في فصل الرابع عندما تتحسن الظروف المناخية الوضعية نوع النظام البيئي هو غابي تتكاثر اعداد القوارض والقرمزيات وجود طائر الباز الذي يتغذى على الفئران بالاضافة الى ارتفاع نسبة الرطوبة لوجود الجدران المحطة بالمزرعة انصح الجد يوسف بالقضاء على القوارض باستعمال الادوية والمحاربة البيولوجية للقرمزيات بوسطة الدعسوق لان لديها القدر على الالتهام القرمزية وهي في حالة يارقة طيب النموذج الثاني الحالة عن نموذج الثاني تمثل صورة نبات التين الشوكي كرمزارة وتعيش في وسط الصحراوي يبدي هذا النوع من النبات تحورت على مستوى الاوراق بحيث تحورت الى اشواك وتحورت الساقة العادية الى سيقان ساميكة لحامية يقاوم هذا النوع من النبات الجفاف لانه يدخر الماء والمواد الغذائية وعملية النتح تكون شبه منعدمة لانعدام المسامات الضفدع بري مائي تنفس جلدي ورئوي طبيعة الاكسجين الممتص جوي منحل في الماء السامكة مائي تنفس غلصامي اكسجين مذاب في الماء الدلفين مائي تنفس رئوي اكسجين جوي الجرادة حيوان بري تنفس قصبي اكسجين جوي الوضعية شروط اقامة توازن البيئي هو التوازن والانسجان بين عناصر الحية واللاحية مع استقرار في شبكات الغذائية والحفاظ على المنتج باعتباره اول حلقة في سلسلة غذائية اربع تدخلات سلبية للانسان على النظام البيئي تلوث الجوي الصيد الجائر استعمال الموبيلات الكيميائية الاجراءات المناسبة لمحاربة ظاهرة التعصحر اقامة جدران نباتية بغرس الاشجار انشاء محميات الحظائر الوطنية لحماية تنوع البيولوجي ورسكلت تدوير النفايات المكافحة البيولوجية طيب نشوفوا الحالة عن نموذج الثالث النموذج الثالث من الأول الفراشة حيوان جوي تنفس قصبي جهاز تنفس شبكة من القصيبات الفهد بري نمط تنفس رئوي جهاز تنفس رئتين الشرغوف في قاعات المستنقاعات تنفس غلصامي جهاز تنفس الغلاصم الدودة أو دودة الأرض وسط العيش تربة الرطبة تنفس جلدي جهاز تنفس الجلد في حالة تغير وسط العيش لأحد الكائنة الحية يموت الكائن الحي لأن عضو التنفس مكيف مع نوعية الوسطة الذي يعيش فيه أنصح تلميذ يونس بأن يسجل دروسه كاملة حتى لا تكون المراجعة ناقصة ويكتمل فهم كتب نمط التنفس عند الدلفين رئوي لأن ذلك السلوك الذي يجعله يصعد إلى الصدح ليس للتسلية وإنما لأخذ ثناء الأكسجين الجوي أما السمكة التونة فتنفسها غلصامي خصائص البنيوية لأعضاء التنفس عند الدلفين تتمثل في وجود الرئتين أما سمكة التونة فلها الغلاصم الخيوط الغلصامية الغنية بالشعيرات الدموية آلية التنفس عند سمكة التونة عندما تفتح السمكة فما يدخل الماء الغني بثناء الأكسجين ليمر عبر الغلاصم الغنية بالشعيرات الدموية مما يؤدي إلى حدوث المبادلات الغازية التنفسية مع الدم وفي هذه الحالة يكون الغلصامي مغلقا وبعدها ينفتح الغلصامي ليخرج الماء المحمل بغاز ثناء أكسجين الكربون في حين يكون الفم مغلقا وتحدث هذه العملية بشكل تناوبي معناها بالتناوب قد تدخل الإنسان سلبيا اتجاه الطابعة عند قيامه ببعض النشاطات الاقتصادية أو الزراعية لتلبية احتياجاته وبالمقابل يتسبب في حدوث خلل في الأنظمة البيئية بحيث تنعكس سلبا عليه بالدرجة الأولى مثل التلوث الصناعي والماء والإيكولوجي دور هذه الاتفاقية الدولية التي نصت على إعادة توازن طبقة الأوزن هو حماية طبقة الأوزن من النظوب نتيجة تأثير بعض المواد والغازات الكيميائية الناتجة عن النشاطات الإنسان الاقتصادية الحلول المناسبة للحدد من اختلال توازن الأنظمة البيئية حماية الثروة الغابية التي تعتبر رئة للكون التفكير في المحاربة البيولوجية على عكس المحاربة بالمبيدات الكيميائية في الأخير بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وليقدروا يبرتجين على الفيديو جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة